نحن الآن في أحد المواقع المستهدفة في مخيم قاح شمال إدلب هذا الموقع استهدف بالقنابل العنقودية التي توزعت في هذا المخيم على معظم الخيام من دلعة الحرائق قدت إلى مقتل إمرأة وطفلة وإصابة عدد أيضا من الأطفال الذين كانوا داخل هذه الخيام طبعا كما تشاهدون هذا الخراب الذي خلفته القنابل العنقودية والذي خلفه الصاروخ الذي استهدف به هذا المخيم مرصد المعارضة تحدث أن الصاروخ انطلق من قاعدة إيرانية في جبل عزان طبعا كما تشاهدون هذه البست الأطفال وبعض الحاجيات التي أخرجها النازحين إلى هنا من قرائهم وبلداتهم التي تقصف بالغارات الجوية والقذائف المدفعية والصاروخية حتى الآن الإحصائيات تحدث عن مقتل 12 مدنيا ولا توجد إحصائيات نهائية بعد بحسب فرق الدفاع المدني وتواقع من الإسعاف لوجود حالات حرجة إصابات حرجة تم نقلهم إلى المشافي الميدانية والنقاط الطبيعي ومنهم أيضا من تم إسعافه إلى الداخل التركي لتلقى العلاج أكثر موقع تم استهدافه وحتى الآن فرق الدفاع المدني تعمل على البحث ومسح المخيم من القنابل العنقودية ومن مخلفات الحرب التي خلفها الصاروخ الذي سدف خيام النازحين بشكل مباشر مصطفى الخلف تلفزيون سوريا بريف قدلب الشمالي